ومعنا لنقاش هذا الموضوع مشاهدين من بغداد السيد باسم جميل انطوان الخبير الاقتصادي ومن اربيل السيد كوفنت شيرواني الخبير الاقتصادي اهلا وسهلا بكم سيد باسم اود ان اسمع منك تقييما وتعليقا عاما على هذه الموازنة لهذا العام واهم بند اشكالي ان الاشكالات مع اقليم كردستان قد حلت هل ترى الحل كان منصفا شكرا جزيلا تحياتي لكم ومشاهدين قناتكم والضيف الكريم بالتأكيد انت تعلم بعد مماحكات استمرت لفترة طويلة وانتجت ولادة قيصرية الحقيقة للخروج بموازنة لان الواقع الشارع العراقي اصبح في وضع متعب جدا سواء في اقليم كردستان او في العراق نتيجة لازمة ارتفاع قيمة الدولار او تخفيض الدينار وتوقف الاعمال وكورونا وانخفاض في فترة معين اسعار النفط كان هناك اتفاق الحقيقة فيما يخص من النقاط المستعصية اقليم كردستان وسعر الدينار العراقي فيما يخص الاقليم كردستان تعلم انه جرت تسوية انه يسلم الاقليم بملايق 250 الف برميل يوميا ضمن موازنة تقدر بضخ النفط 250 الف 250 الف من اقليم كردستان اقليم كردستان 460 الف برميل لكن يستقطع منها الاستخراج والنفط والاستعمال المحلي هناك هذه كل من العوامل ما لا يقل عن 250 الف برميل يسلم وهكذا تم التسوية المشكلة مع الاقليم كانت اكبر المستعصيات بحكم الزيارات المكوكية من الاقليم الى بغداد ثم النقطة الثانية المستعصية كانت هي سعر الدينار العراقي اللي نزل الى 1450 دينار للدولار في عين كان 1190 اللي فرق حوالي 23.5% هذا الفرق يعني اتحبل الشارع العراقي نفذ صبر العراقيين يعني توقف عمل شلل اقتصادي صار هناك نوء من الضجر صار ضغط على المجلس النواب اخيرا مجلس النواب يعني حاولوا كثير من القوة السياسية ان يستخدم العملية للضغوط السياسية لأراض انتخابية سنتي على هذه النقطة سيد باسر المساومات السياسية سأسأل عن هذه النقطة لاحقا اجدد الترحيب في السيد شيرواني ضيفنا من اربيل سيد شيرواني هل كان اقرار الموازنة هذا العام مرضيا للكرد بعد سنوات من الخلافات كان العنصر الثابت فيها الموازنة نعم تحياتي لقناة الغد والمشاهدين الكارم ولضيفك الكريم الاستاذ انطوان انا سعيد وشكرا على الاستضافة حقيقة البعان الرسمي لحكومة تقليم كردستان يوم امس اظهر قبوله بهذا القرار وترحيبه به ووصفه بانه ضمن الاطور الدستورية على الرغم انه كان اقل ما يطمح اليه الكرد لكنه حسب وصف البيان انه يفتح صفحة جديدة لحل الخلافات المالية المتراكم منذ العام 2004 وكذلك يمهد لمواجهة التحديات الاقتصادية لتواجه العراق واقليم كردستان احب اضيف نقطة واحدة فقط انه الخلافات الاساسية حول الموازنة كانت ثلاث اشياء رئيسية ذكرها الاستاذ انطوان اللي هو حصة الاقليم وسعر صرف الدينار الخلافة الاساسي هو هذه الموازنة لم تكن موازنة تقشفية وانما كانت موازنة كبيرة بمقارنة بالوضع العراقي الحالي وكان فيها نسبة العجز في الصيغة الاولية تقارب ال 50 مليار فاعتبر تمرير الارقام الجديد للموازنة هو نجاح للبرلمان العراقي لانه خفض الموازنة من 113 مليار الى 89 مليار وهذا خفض يتجاوز 30% والعجز خفض من 50 مليار الى 19 مليار هذا ايضا جدا في محلة باحتساب الظروف الحالية والمديونية الكبيرة للدولة العراقية سيد شيرواني أنت تقول هنا أن كردستان كردستان راضي عن هذا الاتفاق ولكن هل نتوقع عقبات في تطبيق هذا الاتفاق؟ نعم شكرا جزيلا على هذا السؤال المهم في كل اتفاق وفوق القانون الالتزام الكامل بكافة البنوت بعض القوانين هي جيدة لكن في التفاصيل التنفيذية يوجد ملاحق تنفيذية لها قد توجد بعض العقبات التقنية والفنية تعرقل الالتزام من أي طرف بالأرقام الواردة في الموازنة يجب أن الطرفين يتفاهمون الجانب العلمية والتقنية في كل اتفاق أعود إلى السيدة انطوان هنا قلت أن مساومات سياسية دخلت في هذه الموازنة منها ما يقيل أن الموازنة ربطت بموضوع الانتخابات لتحقق للحكومة ما تريد هل هذه كانت المساومة الوحيدة أم أن هناك أشياء تحت الطاولة لا نعرفها لا بالتأكيد هناك كثير من القضايا يعني لأسف الشديد خلال سنوات الماضية كلها لم تكن مصلحة البلاد ومصلحة الشعب العراقي الهدف الرئيسي من تشريع الموازنات الموازنات كل مرة تحتضر وتوصل إلى حد الأصيان وكما تعلم عام 2020 2014 لم تشرع موازنة وبقت بدون حسابات ختامية هذه المساومات لن تكف يعني إذا لم يسمع صوت الشعب العراقي بعربه وأكراده في رأيه بالواقع المر الذي نعيشه يعني أنت تعلم اليوم لسه بطالة تتجاوز 32% هذا اعتراف رسمي تحت مستوى خط الفقر أيضا يتجاوز 30% الآن بعد تخفيض قيمة الدينار صار شلال اقتصادي أكبر لأنه البنك المركزي أمس أول أمس ما باقي الأكثر من 32 مليون دولار يعني لا توجد حاجة لا توجد استيرادات السوق فرغت من البضايا والسلاء صار عرض وطلب انخفض العرض والطلب أيضا منخفض لسوق وضع الشعب العراقي اقتصادية فارتفعت الأسعار وولد نوع من الضجر والملل يعني دفع ثمن البلد إضافة إلى توقف الأشغال يعني يكفون عن المساومات سألت سؤال آخر أنه هدى مرفع عراقي لنعم إذا تركنا الأصوات النشاز من كل الجانبين سواء في كردستان أو في بغداد العناصر المتصيدة بالماء العكر أن تدخل في هذا الموضوع ستكون هناك مشاكل أنا أطلب أن يكون الفنيون والكفاءات والمخلصين يشرفون على العملية بمعزل عن تدخلات السياسية ستسير الأمور بيكون سلاسة وأكبر دليل أن الشعب العراقي أدما يريد يروح للإصطياف والسياحة قبلة كردستان هذا دلال أن الشعب منسجم متوافق سياسيين الخلافات وما يمرون به من عقد يؤدي مرات إلى استعصاء في حل المشاكل التي تولد انعكاسات سلبية على البلد نعم سيد شيرواني هنا وردت فقرة تم حثفها في البرلمان وهي الخاصة بالاختطاع الضرائب من الوزراء والنواب والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة لماذا برأيك ذهب البرلمان إلى هذا الحد الذي يمكن أن يستفز الشارع وبقوة نعم حقيقة هذه أحد العيوب في القانون بعد تعديل النقطة كان جدا معقولة اقتطاع 40% من راتب الرئاسات 33% من رواتب الوزراء والبرلمانيين ونسب أخرى 10% من أي راتب مليون فما فوق هذه النقطة كان يجب أن يبين البرلمان تضامن مع الفئات الفقيرة وأن لا يتلاعب ولا يحذف هذه الفقرة ألمان أن أغلب النفقات في أجل الدولة وفي موساته هي ليست فقط في الرواتب وإنما في المخصصات والامتيازات المالية التي تفوق هذه الأرقام التي كانت معرضة للاختطاع هذه حقيقة في تصوري كان يجب أن تبقى على الرغم رغم أنه يوجد بعض الجل القانوني حوله باعتبار اقتطاع ضريبة يجب أن يكون بقانون وقانون خاص بالضرائب فهذا القطاع البعض يفسر هو تجاوز لقانون الضرائب شكرا جزيلا لك من أربيل سيد كوفند شيروانيا الخبير الاقتصادي وأيضا شكرا إلى ضيفنا من بغداد سيد باسم جميل انطوان الخبير الاقتصادي